اذا اعجبك الفيديو يرجع اعمل لايك وشير وتفعيل الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سلام بكم معكم محمد علي وحلاقة جديدة واعلم اصراء التقنية كل سنوات طيبين من الناس بالشام النسيم ده اولا سنيا الفيديو بتاع النهاردة سريع هحاول المطورش فيه لان اغلب الناس شافت الفيديوات اللي بالكيلة عن موضوع هايبتيم وار فور سي اي النهاردة هنتكلم عن حاجة محددة اللي وهي ان كان اول ما بي كبير راح نصبت اتعمل فيديو من المروج للموقع وابتدى ان هو ينزل عروض وقال لك الحق ده هايبتيم عامل عرض مش عارف ايه والحق ده مش عارف الاخ ار فور كي عاملين ايه اللي عايز ان هو يخش يلحق يلحق طبعا كانت الناس اخلى اللي نسبة كبيرة من الناس اللي تنصب على بك بيه فطبعا بطبعا الحال نسح عبا انها يتعوض والكلام ده فكل شوية يقول لك سجل على منصة دي سجل على منصة دي المهم حاليا الجروب بتقفل بتاع المحادثات ولكن الراجل للامانة قال لك اللي عنده مش كده يرسلني عن خاص طيب بداية تقفل الجروب ده معنا انه حاجة من اتنين يا الراجل بيعافية شوية صحته على قده فمش قادر انه هو يخش بقى يتابع يا اما الحاجة التانية انه هو عارف ان هتبتد المشاكل تشتغل فمش عايز الناس تعرف ايه اللي بيحصل فاللي عنده مشكلة جدعان يجي يكلمني عن خاص وطبعا يجي يكلموا عن خاص يقولوا بص يا باشا عندك الدعم ابعت رسالتك وفيردوا عليك يقول لك ايه اللي هو من الاخر الموضوع منه يعني انه هو مش هيقدر يعمل لك حاجة وكلام انا ضمنها للمد السنة وهواضع الكلام ده كل ما فيش انسا طيب فعملنا الاستفتاءة الظريف ده فاكتر من النص يعني تقريبا احنا عندنا هنا ترتاشر شخص فهنقول مثلا اه سبعة قالوا ان في مشكلة في السحب وستة قالوا ان الدنيا تمام طيب اه احد التعليقات مكتوبة اخي انا هتواصل مع فريق الدعم عشان رمز المصادقة ده عنده اه مشكلة في المصادقة تمام قلت له تواصل مع سعاد لوحل اه عشان يشوف القصة فيها ايه قال لي رسلت لهم على البريد 24 ساعة ولسه ما فيه احد رد عليها سعاد قفل درداشت التليجرام ما بعرف ليش انا هو من الاخر بقول لك انه هو قفل تليجرام هل هو يقصد بقى جروب كبير اللي كانت الناس يتكلم عليه ولا يقصد المعرف الشخص بتاعه الله اعلم دي اه الناس اللي هي مع هايبتيم وعندها مشاكل هي لتقدر ترد فيها زي النقطة لكن خلينا اقول لكم الخلاصة لما تجي تخش على حاجة زي هايبتيم وتلاقي هنا هو السحبات 22,60,74 والادعات 200,400,35,500 يعني الادعات دي اداعة واحد زي ده بالسحبات دي كلها زي دي المنصة بقالها فترة فالمفروض ان اغلب الناس دلوقتي رأس المال والسحبات الكبيرة تبتدي يعني اغلب الناس اللي كانت في المنصة بتاعة مفروض انهم دلوقتي فترة جني الارباح اللي هو ايه انا خلصت 8 اسابيع بتوعي فالمفروض ان هسرد رأس المال وانا اخدت كده الادعات بتاعتي وهتكرر الله فهو دلوقتي اللي المنصة بتقفل فيه دلوقتي المنصة المفروض تقفل فيه ليه؟ انها مش هتخلي كل الناس اطلع دي حاجة قبل من فترة وعملت استفتاء الناس كان عندها مشاكل اللي هو بيقول لك اصلا كنت عندك مشكلة يعني يبعت السحب وصل وماليش حاجة وصلت على المحفظة حاليا رموز المصادقة المنصة عليها مشاكل كتير جدا مع الناس مش بقول لك ان السحب بتاعك ما اطلعش لا يا عمد انت عندك مشكلة في المحفظة بتاعتك تاخد لك فيها اسبوعين عندك مشكلة في المصادقة لما يرد عليك البتاع يقول لك طب جرب مش هالفيه كده يعني تاخد لك فيها اسبوع بعد ما تتحل او تاخد لك فيها تلات ايام فدي الطريقة اللي هو اريدي حيخليك تتخنق من المنصة يعني هما بدلوقتي بيأجل الصحبات وتقريبا اعتقد والله اعلم عشان برضو مفتيش لأجل الصحبات الكبيرة اللي هي الناس اللي عايزة تطلع خلاص خلصت شغلاء وعايزة تطلع برأس المال وبالارباح وخلاص كده وشكرا هو بيأجل الموضوع ده بس بشكل تقني زائد النقطة التانية انه هو حضرتك النهاردة لما تيجي تعمل ادعاية او تعمل اي حاجة ويقول لك خش وسجل وهتاخد عرض كبير وعرض مش عارف ايه وكلام ده كله فهو كان معتمد على هزي الفقرة انه ينم رأس مال كبير فدي بتبقى علامات ان اي مرصة هتختفي يعني دي علامات بتبتدي انها دي خلاص النهاية انه اوكي هو دلوقتي ايه مرحلات بيعني بقى مشاكل في الصحبات دي عاد تمام مش عارف ايه اللي كان بيروق للمرصة بتلاقي راح قفل الجروب عشان ما حدش تكلم ليه لان اكتر من واحد لما يجي يشتكي يقول لك انا عندي مشكلة مع السحب فهيبان بعد ان الدنيا بقت ايه خلاص كده فهو ما يقدرش ايه يرد او يتكلم مع الناس وده اللي حصل في جيتكس جيتكس لما قفلت اه فضلت المنصة الشغالة بعديها وناس كتير كان فيه فيديوهات انتشرت وناس كتير كان بتعمل اداعات فده اللي هيحصل مع هيبتيمو هيحصل مع حاليا الناس اللي بتسحب غالبا بيتبقى رأسي صغير والناس اللي عندها مشاكل بتبقى رأسي المال الكبير فخلاص المنصة يا اخوانا والله انا يعني اتكلمت كتير بما فيه الكفاية خلوا بالكم خلاص الراجل افل الجروب الله اعنا بيرد على خاصة لا ولو رد عليك هيرد عليك هيددي لك حل ولا يقول لك منك للدعم اللي هو بقى اعماليش دعوة فانت دلوقتي ما فيش ضاهر عشان تسند عليها عشان خطر ايبا يقول لك ايه انا ضامي انسان والكلام ده كله انسى فانت دلوقتي ما حدش يحط اي فلوس في اي حاجة حضرتك هتعمل حاجتين بتتكلم الدعم الدعم ما ردش عليك او ما بتطوحك بترجع للراجل اللي هو دخلك المنصة يعامل حاج تقولت انا ضامن المنصة دي لمدى السنة ودلوقتي عندي مشكلة والدعم مش نافع اعمل ايه وده اللي حصل مع جيتكس وده اللي حصل مع كل المنصات لما كان بيدعي ديها يجي تكلم ويقول لها خش مع الدعم وبعد ما الدعم تجي تكلم وبتاع قول لك طب انا اما خلاص انا ما عامل لك ايه منصة نصبت اللي هو الكلام اللي هو ايه انا ضامنها سنة والكلام ده كله واللي فلوس وفلوسكم مضمونة والكلام ده كله بيخلع لكن المرة دي احنا بقى مش زي كل المنصة حنسيبك تخلع احنا اعدل لك بالمرصاد فاي حد يا اخوان تاني فلوسكم في او في عندك مشكلة عندك اي حاجة خش واكتب التقييم بتاعك على اللي انا قلت عليها قبل كده اولا لاتتالكم بتكتب فيها ارائك على كل بتكتب بس اسم الموقع اللي انت مشترك فيه وممكن تخش بالميل تاني خالص وتكتب اللي حصل معك عشان ما يعرفش انك انت حسابك فين هتكتب في والله انا حصل معي كذا كذا وعندي مشكلة في السحب انا عندي مشكلة مع كذا وتكتب اللي حصل معك بالزبط عشان الناس اخل بالها معك اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته